موسيقى مشاهدين يا صباح الخير وإهلا بيكم وإهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم صباح ميه نهاردة حلقة الخميس 28 عشرة 2021 وإن شاء الله النهاردة يكون يوم جميل ويوم كل تفاؤل إن شاء الله مشاهدين يا زي ما حضرتكم كما عارفين إحنا بنكون معاكم لمدة ساعتين على الهوى مباشرة الحقيقة دايما في حلقاتنا وفي برنامجنا بنحاول نغطي كل ما يدور من أحداث حوالينا يعني دايما بنبقى حضراتكم متابعين اللي بيحصل داخل مصر وخارج مصر فإحنا بنحاول نغطي كل هذه الأحداث مشاهدينة كمان بنحب نؤكد إن إحنا لسه مستمرين في جائحة كورونا وده بيتطلب علينا إن إحنا لازم نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية يعني نرتدي الكمامة من خروجنا من البيت حتى رجوعنا نحاول يبقى فيه تباعد اجتماعي يبقى فيه احتراز أكتر علشان نحافظ على صحتنا وسحة قصرنا وسحة الناس كمان اللي بنتعامل معاهم في خلال اليوم مشاهدينة طبعا زي ما حدتكم عارفين ومتابعين الأخبار إحنا خلاص يعني تم تطبيق إنه محدش يعني هيخش مجال عمله إلا لما يكون يعني متطعم بيه لقاح كورونا فعشان كده يعني من فضلكم اللي لسه ما أخدش اللقاح يقدم عليه سريعا وينزل ياخد اللقاح علشان ده هيحمي كمان من الأعراض الشديدة وفي نفس الوقت كمان يحمي الحواليه إن شاء الله يعني ربنا يعدي هذه الأزمة على خير رب إن شاء الله مشاهدينة كمان يعني حابب برضو يعني أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين قناة ميسات بتحتفل بالعيد العاشر من بدء انطلاقها يعني كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما كده مشرفيننا ودايما يعني متابعيننا وإحنا كمان يعني نحاول بقدر إمكان في العام الجديد إن احنا نوصل لحضراتكم يعني كل ما هو أفضل ونحاول نغطي كل ما يدور كمان من أحداث ونحاول يكون في تنوع أكتر وأكتر فترة اللي جاي إن شاء الله فكل سنة وحضراتكم طيبين مشاهدينا كمان النهاردة بيكون معنا فقرة دايما في حلقتنا فقرة للصحافة بنناقش فيها المنشتات بيسعدنا في تحييل خبر حيكون معنا النهاردة عبر الهاتف الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي مشاهدينا كمان الفقرة الأخيرة اللي معنا النهاردة هنتكلم عن الحقيقة في بعض السلبيات والظاهر السلبية ظهرت في المجتمع يعني زي التنمر وزي حاجات كتير جدة هنتكلم عنها يعني باستفاضة أكتر ولكن احنا حابين نعرف هذه الظاهر ظهرت إمتى وإيه اللي خليها تظهر وإزاي نقدر نتغلب عليها هو ده اللي هنتكلم فيها النهاردة في الفقرة بيسعدنا لكلام عن هذا الموضوع هتكون معنا دكتورة نجلاء الورداني أستاذ علم الاجتماع مشاهدينا كمان النهاردة موعدنا مع المقال الإسبوع لنيفتر حبر جيل أنبقر 100 برضو هنقول لحضراتكم في خلال الحلقة مشاهدينا أسمحون أن نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مية خليكم معنا